إحدى أكبر المهارات التي يجب أن يتصف بها القائد وهي للأسف الشديد هي الأصعب على كثير من القادة التفويض إحدى أهم المهارات بل نحن أحيانا في برامج القيادة نقول بأن القائد المفوط هو القائد الناجح والقائد الذي لا يمتلك التفويض وآدات التفويض هو القائد الذي يحكم على موته أو تناشيه في أقرب فرصة في أقرب وقت حقيقة لأنه لا يمكن أن يكون هناك رجل لديه كل الطاقات والإمكانيات كل إنسان له طاقة وإمكانية القائد أصلا دوره أن يستخرج كنوز الفريق إمكانيات الفريق أنا أعمل مع أخي مصطفى أعرف أن أخي أبو هشام قوته في كذا أبو أحمق قوته في كذا فلان قوته في كذا قضية المركزية هي إشد السلوكيات السلبية التي يمارسها بعض القادة طبعا ما أملاحظ أنه بعض البعض يقول طب أنا ما أستطيع الآن أفوض الأعمال لفريق عمل غير مؤهل وبالتالي أنا أحتاج في مرحلة معينة أنني تبقى كل الأمور لدي إلى أن أضمن أن فريق العمل مؤهل ثم أبدأ في توزيع الأعمال لا بأس إن كانت القضية مرحلية لكن أنك دائما وأبدا تتحجج بعدم جاهزية الفريق يتوجه السؤال لك مباشرة وما دورك أنت في تجهيز الفريق تأهيل الفريق تقول والله أنا استرنت منشأ وكان الفريق فيها جدا سيء هذه إمكانياتي طب السؤال مرة أخرى لك لماذا لم تعمل على تطويره ما هي خطتك لتطوير هذا الفريق حتى تكسبه الثقة في نفسه وأنت تمنحه الثقة من قبلك ثم بعد ذلك تفوض له الأعمال فقضية تفويض الأعمال هي قضية أساسية وواضح ويجب بالفعل أن يعمل